اشتركوا في القناة ادعاءات والسعود بأن هدف حملتهم العسكرية هو إعادة إعمار حي المسورة التاريخي تكشف زيفها الدمار الذي ألحقته بممتلكات المواطنين في أنحاء البلدة وبعيدا عن حي المسورة إذ عمت الحرائق العديد من المحلات التجارية والمنازل في البلدة إثر إطلاق القذائف والرصاص على مختلف مناطقها رجال المقاومة الأبطال الذين يتصدون للعدوان أرسلوا أحد جنود العدوان إلى مصيره المحتوم إثر عملية نوعية استهدفت مرتزقة آل سعود ليؤكد من خلالها على أن خيار المقاومة سيفشل مخططات آل سعود في الانتقام من العوامية فهذه التطورات تكشف عن هدف آل سعود الحقيقي من هذه الحملة العسكرية ألا وهو الانتقام من هذه البلدة الثائرة التي أنجبت الشهيد آية الله نمر باقر النمر وكانت في طريعة البلدات التي رفعت راية مقاومة آل سعود ومعارضة طغيانهم لكن آل سعود وبالرغم من الدعم الأمريكي لهم ستتحطم مخططاتهم على أبواب العوامية وكما تحطمت من قبل في بغداد ودمشق وصنعاء وفي المنامة قريبا بإذن الله يريد مصطات المظام الشعب يريد مصطات المظام